أنا من دبي دكتور خالد نجم اختصاصي تغذية دكتور مساء الخير أهلا وسهلا بك معنا نعود لنطرح ذات السؤال هل تغني غرفة ألعاب الفيديو المنزلية الناس عن التوجه إلى صلاة الرياضة؟ مساء أسير بحضرتك وكل أستاذ المشاهدين طبعا هو حل كويس اللي بيلعب بالألعاب الإلكترونية اللي فيها تناسق عضلي عصبي وعضلي كمان بتساعد طبعا في حرق السعرات الحرارية بشكل كويس بالإضافة أنه ما بيحسش أنه بيبتل مجهودة عنية نعم ولكن طبعا تظل الأولوية طبعا طبعا للرياضة مش شرط تكون رياضة عنية يعني ممكن مجرد هرولة ثلاثة أيام في الأسبوع بتكون مناسبة جدا للحفاظ على الوزن المثالي زائد أنها بتساعد كمان في نقطان الوزن إلى أي حد إذن تسهم هذه الألعاب في إنقاص الوزن إذا ما قررناها مع ألعاب في القاعات الرياضية مثلا بالنسبة لأنواع الرياضة فيه زي تقدر يصنفهم لنوعين نوع هاي كارديو انتينيسي ولو كارديو انتينيسي يعني الكفاءة عالية للقلب اللي بتكون من 90% لـ 25% وفيه بتبقى 60% لـ 65% اللي هي اللو كارديو انتينيسي اللو كارديو انتينيسي بيكون الهدف بتاعها هو حرق الدهون اللي هي بتتمثل في الهرولة إن حد يبذل مجهود الهرولة مش التنشية العالية الهرولة بتوصل لمرحلة إنه يتنقص الدهون اللي في الجسم أما الهاي كارديو انتينيسي اللي هي زي الجاري أو الرجل أو الحاجات زي كده بتساعد إنه نقصان الوزن كله ولكن إنه إحنا نقار الألعاب هي ممكن تساعد ممكن تكون بداية كويسة لحد يبذل فيها مجهود بس يفضل يكون معاها الرياضة اللي فيها تناسق عصبي عضلي بشكل منظم بتساعد أكتر طبعا على الحفاظ على شكل كمان الجسم ومش مجرد نقصان وزن كمان دكتور نعم تناسق عضلي هي مفهومة نوعا ما لكن ماذا عن التناسق العصبي ماذا تقصد بالتناسق العصبي تمام مجرد إن نحط مثال مثلا المذاكرة مثلا كتير قوي حد لما يكون بيذاكر أو بيبذل مجهود ذهني بيشور بالجوع لأنه بيحرق سوارات حرارية الألعاب اللي مثلا يعني الألعاب اللي هي زي الفيديو جيم التقرير اللي عند حضرتك فيها تناسق عصبي عضلي يعني معناه أنه بيركز يحاول يعمل مثلا حركات معينة بخطوات معينة بشكل ما بحيث بيتحرك على أساسها دي بتساعد أكتر طبعا مش مجرد إنه مجهود بس زي مثلا الألعاب ويت ليفتنج أو الحديد أو اللي كذا بيكون الإنسان بيركز إزاي بيقدر يعمل الحركات والتكرارات في نفس الوقت بيكون فيه تناسق بين العضلات وبين الضبط طيب دكتور هناك كثير من الناس تود أن تخسر من وزنها وتحصل على جسم مثالي ذات تناسق عضلي تناسق عصبي لكن هي لا تحب ممارسة الرياضة سواء كانت هذه عبر ألعاب الفيديو أو في الصلاة ما نصحتك لهم كيف يمكن أن ينقصوا من وزنهم بدون اللجوء إلى العمليات الجراحية تمام الاهتمام الأول يجب أن يكون بالأكل الانتظام في الأكل سنقول بشكل عام طبعا لأن كل واحد يختلف معام الشرط أن المثل الضيطة أو أنظمة الأكل تنفع مع حد تنفع مع غيره لأن في عامل كثير الجنس السن نوع الرياضة اللي بتبزل وهكذا ولكن على الأقل الاتعاد عن الحاجات يعني الأكل المقلي قادر الإمكان تجنبه أو الإقلال منه الخبز الأبيض الاستعاد عنه بالخبز الأصمر نعم مواد بالإشارة تربوهايدرات حالية تكون فوضبة الغدد ده للجزء على الأقل الاهتمال في جزء الأكل الجزء الثاني اللي بيساعد جدا وبيصرع النتائج وبيخلي نسب أراضية عن الموضوع هو أن يكون فيه رياضة مش شرط رياضة عنيفة أو ذهاب حتى للجيم يعني ممكن مجرد أن ينزل من بيته بيركن السيارة بعيد ويحاول أن يتمشى مثلا مش أكتر من نصف ساعة ثلاث يام في الأسبوع بشكل الهرولة يعني مش أكتر من كده زادر العبدي بالنسبة للناس ممكن تضيف لكن لا نستطيع الاعتماد عليه اعتماد كل اعتماد كل مش هتوصل للوزن المطلوب أو الوزن أو الشكل المثالي اللي الإنسان بيتمناه يعني نعم دكتور هناك من يتبع كل النقاط اللي ذكرتها حضرتك مثلا يبتعد عن الأكل المقلي يأكل أكل صحي شكل قليل خلال اليوم لكن في نهاية الشهر أو في نهاية الأشهر هو لا يفقد وزن متوقع مثلا هل فعلا ما يقال أنه هناك من الأشخاص حرق الدهون عدهم بطيء هل هذا الشيء صحيح؟ تمام هو فيه الميزيك بيتابوليك ريت اللي هو المسؤول عن أن الإنسان معدل حرق لمجرد أن يكون أي من نوم من غير أي مجهود في ناس معدلها فيكون منخطط حقيقة يقدر يرفعوا بوجود رياضة بوجود رياضة خفيفة طبعا بتعدل المعدل ده بتخليه أسرع ولكن حدد قلتي أن فيه ناس بتبذل كل الأمور دي واللي بتعال عن الأكل اللي بيتضخنوا بيعملوا الأمور ولكن ما بيستفدش في آخر نهاية الشهر ممكن يكون أكله فيه مخللات فيه مية عالية الصوديوم فيبيكون عنده احتباس سوايل فبيلاقي نفسه ميزام ما بينقصش ولكنه هو فعلا ممكن خسر دهون ولكنه كسب فيه مية زيادة في جسم واحتباس لكل الناس ولكن كل واحد يفضل حابب يتابع نفسه صح عشان ما يحصل شنو من أنواع الياء في ناس بيبدأ حمية بقوة ورياضة ما بيلاقيش نتيجة فبياية شكرا شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة حدثنا من دبي الدكتور خالد نجم اختصاصي تغذية شكرا جزيلا لك